شعرنا برغبة في الخروج إلى محطة قربس للنزهة فحزمنا أنتعتنا وركبنا السيارة ونحن في غاية الفرح مغني ومصفق كان والدي يقود السيارة بسرعة معتدلة مكنتنا من التمتع بمناظر الطبيعة الساحرة وجمالها الخلاب وفجأة توقفت السيارة فصحنا جميعا بصوت واحد ما لها؟ هل تعطب محركها؟ اتسم والدي وقال وهو يشير بيده انظروا هذه البقعة الواسعة إنها تفتح لكم ذراعيها من كل جانب وتدعوكم للتمتع بها نزلنا هناك فبسط أبي غطاء ووضعت عليه الأطعمة والغلالة التي أحضرتها ثم انطلقت مع أختي في الطبيعة نتسامق ونمرح ونملأ صدورنا هواء نقيا فجرت دم في عروقنا وتوردت خدودنا وانبسطت أسريرنا فقويت شهيتنا وأكلنا ضعف معتدنا دون أن نشعر وانقض اليوم هادئا وديعا نسينا فيه ضوضاء المدينة وهواءها الملوث وشوارعها المزحمة وعندما توجهنا نحو السيارة نظرت إلينا أريجو مستغربة وقالت معتبة كيف نغدر المكان الذي احتضننا ومتعنا ساعات دون أن نقوم بالواجب فالتفت نحوها وقلت أي واجب تقصنين؟ أولا أكتشف ألف أقرأ ما يأتي كيف نغدر المكان الذي احتضننا ومتعنا ساعات دون أن نقوم بالواجب فالتفت نحوها وقلت أي واجب تقصنين؟ با أتصور إجابة أريج عن سؤال أخيها نظافة المكان يا أخي أيقل ترك الفضلة حيثه؟ ثانيا أتفاعل مع النص أولا إلى أن توجه أفراد العائلة لماذا أقرأ ما يدل على ذلك قراءة معبرة توجه أفراد العائلة إلى محطة قربس للتنزه شعرنا برغبة في الخروج إلى محطة قربس للنزهة فحزمنا أمتعتنا وركبنا السيارة ونحن في غاية الفرح نغني ونصفق ثانيا من الذي اختار مكان الجولة؟ أقرأ ما يدعي إجابتي كان اختيار مكان الجولة اختيار جماعي شعرنا برغبة في الخروج إلى محطة قربس للنزهة ثالثا أثرت هذه الجولة في أفراد العائلة كيف كان ذلك؟ أقرأ ما يدل على ذلك قراءة معبرة أثرت هذه الجولة في أفراد العائلة بشكل جيد وإيجابي ثم انطلقت مع أختي في الطبيعة ندى سابق ونمرح ونملأ صدورنا هواء نقيا فجرى الدم في عروقنا وتوردت خدوتنا وانبسطت أساريرنا فاقلت شهيتنا وأكلنا ضيفا معتدنا دون أن نشعر وانقض اليوم هادئا وديعا نسينا فيه ضواء المدينة وهوائها الملوث وشوارعها المستحمة ثالثا أبدي رأيه هل يأخذ أفراد العائلة بعين الاعتبار؟ ملاحظة أريج حسب رأيك أعلي الإجابة نعم من الطبيعي أن يأخذ أفراد العائلة بعين الاعتبار ملاحظة أريج لأن النطافة شيء لا بد منه وسلوك يلازمنا دائما وليس بالغريب